نروح للحديد والحديد بعض المصنعين بيقولوا أنهم لديهم أزمة أزمة تدبير عملة لأن تبعا نحن عارفين أنه كتير من مستلزمات الصناعة بلد وغيره بتجلنا من الخارج مستوردة وبالتالي كثير من المصانع تلجأ إلى تقليص إنتاجيتها ما بين 30% و50% أستاذ محمد حانا في مدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ماذا يحدث في سوق الحديد يا أستاذ حانفي؟ أولا مساء الخير مساء النور كما يحدث أغلب السرع التي يعتمد على الواردات المستوردة في حالة ارتباج دلوقتي أكثر من سبب السبب الأولاني طبعا توفر العملة نفسه والسبب الثاني أن تحديد سعر العملة فالمشكلة بأنه طبعا رقود الحديد ما بتبقاش يوم بيوم أو شحنة بشحنة بتبقى على مدة مثلا على الشهرين على ثلاثة يورد الواردات بتاعته على الفترة دي طيب حردك هتحسبي سعر الدولار هيتحول له كام النهاردة زي فلو تطوب من البنك إن أنت هتبقى عن فلوس ده تتبقى خلال شهرين ما بيقدرش يقول لك يبقى الدولار هيبقى بكام بعد شهرين ده في حالة توفره طبعا نعم فدي عبل حالة من الاتباك في بعض المصانع الصغيرة طبعا بيبقى إنكانيات سيولة معاها مش متوفرة فدي هي بتتعب جدا وبالتالي بيتقلص انتاجها وبيقصها على السوق دي مصانع كبيرة متقدرش تصعر المنتج فبتنتظر ان توصل لسعر ليه كل الحاجات دي عاملة حالة من حالات الاتباك في السوق عدد المصانع اللي تأثرت بالأزمة وقللت انتاجها قدي هو تقريبا كل المصانع تأثرت بالأزمة وقللت انتاجها إنما كلهم حسب قدرته فالمصانع بتاع الدفالة الصغيرة كثير منها تقريبا وقف لأن السيولة مش متوفرة معاها بالكمية الكافية وفي مصانع بتشتغل على قد الخامات الاتباك تجيبها كل فترة هل عندنا حصر بعدد الطلبات اللي وقفة عند البنوك؟ لا عددها لأ عندنا وزم موتى حضرتك في الحديد دائما في طلبات لأن الحديد ما بيجيز لموتى حضرتك دفع بدفع ده بيبقى عقد طويل بتيجي على شكل 3-4 دفعات ثلاث شهرين ثلاثة فدائما في طلبات لخامات جاية وفي دائما طلبات لتوفير دولارات وفي خامات متقدسة في المواني عندكم مثلا؟ طبعا فيه كتير وفيه الأخطر من كده أن عندنا خامات مناجم الحديد الخام وإخبار ده بتبقى على المراكب بر المينة لما بتتوفر عملة بيقدر يدحل المركب يتفرغ الجزء اللي قدر يدبر له عملة طبعا الأسعار نتيجة كل ده مرتفعة يعني الأسعار مرتفعة دلوقتي هو مقدرش أقول يعني بالشكل العام مرتفعة لأنما غير قادرين على تحديد وقم قطع ديها ده بقى بيأثر على مش بس على صناعة الحديد بيأثر بقى على صناعة الأقار وعلى البناء وعلى كل الصناعات اللي بتسخدم الحديد يعني ممكن نقول كده بس برجع وأقول أن هم روحون متأثرين بظروف السوء وبالتالي الطلب كمان مش بهذا الحجم اللي قدي إلى التوقف إنما كمية المتاحة مش بالكامل والطلب عليها برضو مش بالكامل هل هتتقدموا مسأل رئيس الوزراء بطلب اجتماع مع محافظة بنك المركزي لتيسير المزيد من تدبير العملة؟ وطبعاً الكلام ده حصل من شهرين ثلاثة بشكل منتظم كل فترة بتتم الإفراج عن جزء بنقول كويس يجي بعد كده نتوقف تاني نرجع نطالب تاني فالمهم إن دائماً في تجاوب أو فيه يعني اتصالات بتتم مع البنك المركزي ومع وزير مع معرفة الوزراء دائماً أول بأول بنختارهم بالصورة شكلها هي شكراً أستاذ محمد حانا في المدينة التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية بالتحاد الصناعات